إيران تذهب إلى الحليف في نهاية المطاف إلى قطر وتركيا في قطر المعسكر يتضح المعسكر قطر هي القاعدة الأمريكية الرئيسية في شرق الأوسط فكل ونحن نعلم أنه في سوريا هناك منافسة شديدة بين تركيا من جهة وبين إيران من جهة ثانية وإيران هي عدو إسرائيل اللدود وفي البيت الأبيض يجلس الإسرائيليون والقطريون ويتبحثون كيف عليهم تنسيق الأمور فيما يتعلق بقطاع غزة فكل هذه الأمور لا هي إلا نوع من المسرحية فكانت في بداية الأمر في بداية الخلاف بين قطر والسعودية أرسلت كل من تركيا وإيران وحدات عسكرية لحماية قطر وكأن قطر بحاجة إلى حماية فهي في نهاية الأمر مستعمرة أمريكية فكل هذا الأمر واليوم في البيت الأبيض أيضا كان هناك السعوديون كانوا يجلسون هناك والبحرانيون التي تعتبر إيران تعتبر البحرين بأنها محافظة إيرانية فكل هذه الأمور لا أهمية لها في اللب الموضوع نعم ومعنى عبر أخير والسكاي